السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وصفتنا النهاردة كيكة الكابري كلها شوكولاتة في شوكولاتة ومدون بيض مش نستخدم فيها لبيض مش نستخدم فيها لمضرب كهرباء ولا خلاط ولا اي حاجة هتخلص معاك في 5 دقيق تكلي احلى كيكة شوكولاتة بالكابري يعني حاجة كده وهم لكل عشاء الشوكولاتة اتمنى تتابعوا الفيديو لحد الاخر وما تنسوش لو قابوا مرة تشوفوني تفعلوا زر الاشتراك زر الاو لاحمر تحت الفيديو لايك للفيديو لو عجبكو وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم جميع وصفاتي وكيكة دي كمان هشة مش ببيض ولا بتاعيذات كتيرة وهتلقوها هشة وجميلة وخفيفة جدا وهقولك كل اسرارها مش تاخد معاك وقت فعز الحار ده مش محتاجة وقفة كتير هتسهل عليكم كل حاجة لو نفسك في اي حاجة حالو يلا بينا نشوف المقادير اول حاجة هنحط معلقة نسكافيه سرعة زوبين وهنحط هنقولك كوبية كوبية لبن ولبن صخن وهنحطه برضك على المقادير وهو صخني اللبن ده جنبي يغلي هقلب كده عشان تأكد نسكافيه ديب والنسكافيه بيعزز نسكافيه من الشوكولاته في الكيكا فبخليها تعمل الشوكولاته فيها بينا هنجيب بولة ونحط فيها كوبية وربع من الدقيق وربع كوبية من الكيكاو الخام او كيكاو غير محلة يعني لو حسبنا كيميات ديب كلها الموجودة هتبقى كوبية ونصف المواد الجافيه طبعا هنحط لكم المقادير كلها في صندوق الوصف بالجرام و بالكوبية عشان اللي حابب يشتغل بالجرام او حابب يشتغل بالكوبية يسهل عليكم الوصفة صندوق الوصف هتلاقوها سام صغير كده تحت الفيديو دوسوها عليها هي يزهر لكم واخدوها سكرين شوت حطينا كده ربع كوبية الكيكاو هنحط كمان كوبية من السكر وسكر حبيبي من السكر ناعم سكر بودر وهنحط كمان هنتخدم بيكين جسودة وممكن او البيكين جسودة اللي هو الكربوناتو هو الكربوناتو هنحط معلقة كبيرة هنحط معلقة كبيرة هنحط كمان الفانيليا و تلت كوبية من السكر تلت كوبية من الزيت سوري 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 نضيف معلقة كبيرة من الخل الابيض 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 نضيف معلقة كبيرة чемبيرة نضيف معلقة كبيرة� يمكنك إستخدام الأولب رخيصة جداً وكما بسيطة وكل أحد يمكنك إستمتع بها هذا المقدار لو تستخدمي الأولب تسبسيتو سيقوم بعمل ثلاث أولب لكن لو أضعه في الأولب سنضهن الأولب ونضع الكمية كلها في الأولب بالشكل كده كده ما بنملهاش بالنملة بالضبط آآ آآ ثلاث ترباحة والآآ ثلاث ترباحة فوديو والربع لله أو هنسيبها بالضبط خمس دقيقة هتلاقيها عالية معيك وبقت هشة وجميلة جداً هوريكوا بصوا هي هشة كمان ازاي هوريها لكم سانية واحدة هسيقوم التساءSe وأن أخليها لاحق بدér شووية لبن يكون دائماً جداً طبعا انا قفلت على الفرن ولبس الفرن لسه دافي او سخن شايفين اتشربت ازاي هحط كمان الكابري بقى او اي نوع شوكولاتة انت بتحبوه تقدروا تحطوه فوق الوشي بالشكل ده وكده هقربها لكم واريكم هنحط قلب الشوكولاتة بالشكل ده طبعا في الانجليش كده هياخد معاكم اتنين قلب من الشوكولاتة اضعها في الفرن في الدرجة الحرارة اللي موجودة فيها من غير ما اشغل الفرنة خالص هتلاقيها ساحت على طول معاك بالشكل ده كده وبقية طرية جميلة هفتح بس بالمقاص العلبة من كل الجوانب وهنزلها بالشكل ده كده هاريكم بقى قد ايه هيهشة نعمة خفيفة جميلة جدا كلها كده شوكولاتة غنية جدا وكمان بدون بيت يعني حاجة طحفة ورخيصة كمان لانها مفيش بيت فيها كل الناس هتحبها طعمها فعلا مميز جدا اتمنى تجربوها وتعجبكو ما تنسوش لو الوصفة عجبتكو شير كتير عشان الناس كتير تشوفوا الوصفة الجميلة دي وسبسكرايب للقناة واشوفكم دايما على خير في وصفة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة